بدون المسيح لا نستطيع نأخذ البركة يعقوب خد من الاب البركة لكن عيسو خد من الاخ البركة احنا لم نأخذ بركة من الاب لان لا يستطيع احد ان يأتي الى الاب الا بيه عن طريقي لان المسيح خد اللي لينا ودانا اللي ليه والصورة هنشوف خد ايه ودانا ايه 8 حاجات هيدهم لنا بعد كده فهنا لما بيقول لما اراد ان يارس البركة رفض اذا لم يجد للتوبة مكانا مهما توبت بدون الايمان بالانجيل ليس لك خلاص لان الخلاص عملة ذات وجهين توبوا وامنوا بالانجيل تآمن بالانجيل من غير ما التوب ملكش خلاص والتوب وما تؤمنش بالانجيل ملكش خلاص ادي معنى كلمة طلبها بالدموع لانكم تبدأ الصورة ما بين النموس وبين النعمة وهنا اتكلم ما الفرق بين النموس وبين النعمة النموس افعل هذا فتحيا النموس خد حياه عشان تقدر تفعل هذا النعمة خد حياه عشان تقدر تفعل هذا النموس حب الرب اله حب من كل قلبك ومن كل فكرك النعمة هكذا احب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد ابتدى يفصل قبل العبرانيين ما الفرق بين النموس والنعمة النموس في بدايته جه على جبل جبل موسى لانكم لم تأتوا الى جبل ملموس مضطر من بالنار الجبل كان مولع نار والى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات الله بيتكلم كان من وصده كله بس الشعب خاف استعفى الذين سمعوه من ان تزاد لهم كلمات اسمع يا موسى احنا ما نقدرش نقرب من الجبل انت اطلع الى الهك والى يقولك عليه احنا نعمله لكن احنا ما نقدرش نواجه الهك وجها لوجه احنا مش قد قداسته اعلان فيه فرق لكن المسيح يسوع لما جاء الكلمة نفسه لما رأى الجموح صعبة الى الجبل وجلس وجم تلاميذه وجات الجموع وكلمهم واكلهم وشبحهم ده الفرق بين النعمة وبين النموس موسيقى